ازاي تعملي ورقة اللحمة صح؟ وكل اللي يكلها من ايدك يقولك تسلم ايدك مش عايز اقولك يا جماعة على جمال الريحة ولا اللحمة اللي داي بدوب النهاردة هنسوي ورقة اللحمة بدون ولا نقطة مية هنسويها على البخار فيديو النهاردة كله تكات وبدون اي افتكاسات بجد مش هتبطلي تعملي ورقة اللحمة بالطريقة دي كمان هنعمل معاها شوية رز بالشعرية كده زي العسل معلقة واحدة بس هنحطها على الرز هتخلي كده ريحتهم فحفحة ومش هتبطلي تعملي الرز بالشعرية بالطريقة دي شايفين يا جماعة البطاطساية الدايبة مع شوية الرز وقطعة اللحمة اجمل غادة ممكن تقدمي لأسرتك قبل من ابتدي الفيديو لو اول مرة بتشوفيني انا شايماء محمد فضلا شجعيني باجمل لايك وما تنسيش الاشتراك والمتابعة لوصفات ويوميات ام رينا يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واول حاجة هنجهزة في ورقة اللحمة هي الخضار انا هنا معايا قدي نص كيلو من البصل بصل احمر بقى على بصل ابيض وهبتدي اقطع البصل كله شرايح وفيع بالشكل ده وطبعا كل ما زودتي البصل في ورقة اللحمة كل ما كانت ورقة اللحمة بتاعتك مسكرة خلصت البصل معايا بقى كده قرنين فلفل اخضر حمي او بارد براحتك ومعايا كده 3 بطاطسات طبعا البطاطس في ورقة اللحمة بتبقى عالمية حمسك بس كده كل بطاطساية اقطعها لاربع قطع وبالنسبة بقى للطماطم انا ما بحبش طماطم كتير الصراحة في ورقة اللحمة بكتفي كده بس باضافة 3 او 4 طماطمات صغيرين يعني ما بحبش اضيف عصير طماطم ولا طماطم مسبكة خلاص بعد ما قطعت الخضار عندي هنزل بنص كمية البصل اللي قطعتها وحط بقى على الخضار بتاعي نص معلقة كمون نص معلقة فلفل سود ربع معلقة حبهان بودر او هلمطحون كمان معلقة ملح بصي بقى انك تتبلي البطاطس والخضار دي اول تكة لجمال ورقة اللحمة لازم تتبلي الخضار كده وتقلبي كويس في البغارات اللي قلتلك عليها بالنسبة بقى للحمة على طول شوحتها في معلقة سمنة وهنزل عليها على طول بمستكة كمان حطيت كم فصة حبهان وشوية من ورق اللورة وهبتدي بقى اشوح اللحمة في الجمال ده اضافة المستكة هتديكي طعم حلوى قوي قوي لتشويح اللحمة مش متوافر خلاص بلاش منها دلوقتي بقى كده معايا حتة الدهنة طبعا ورقة اللحمة عايزينها كده تبقى داسي ما معلش وطبعا الدهنة مبنوعة للناس اللي عندها كلسترول او ضغطها عالي بس الصراحة الدهون الحيوانية بتبقى افية كتير من اما تحطي اي دهون صناعية او سمن صناعي كمان لو عندك حتة ليا كده هتبقى ورقة لحمة مزيكة بس للأسف انا ولادي ما بيحبوش الليا فحطيت حتة من الدهون العجالي دي كانت حتة دهنة من منجيل البطن اللي هي الحتة التخينة في منجيل البطن بالنسبة بقى للبصل هحط نص كمية البصل البقية انا نص كمية البصل الاولانية حطيتها على الخضار النص التاني هحطه على اللحمة على طول وبالنسبة بقى للتوابل اللي هنزل بيها على اللحمة هتكون نص معلقة من كسبرة ناشفة كامون فلفل اسود توم بودر بابريكا وكمان هحط توابل لحمة او سبع بهرات هي قريبة شوية من توابل الكيجن اللي عملناها قبل كده هسيب لكم اللينك بتاع فيديو توابل الكيجن في الكيس الحراري اما عملنا اللحمة بالدورة كانت خطيرة هسيب لكم اللينك فيه سندوق الوصف نزلت بالتوابل على اللحمة على طول واخر حاجة بقى هضيفها هي معلقة كبيرة من عسل النحل عايز اقولك الاضافات اللي انا بقولك عليها دي والله هتخلي اللحمة دي جبارة ما عندكيش عسل نحل حطي معلقة من السكر وما تستغربيش خالص السكر هيصرع تسوية اللحمة وهيدي طعم حلوة قوي يعني سكر او عسل نحل التقليبة بقى سريعة كده لغاية ما ريحت التوابل تطلع والبصل بتاعتي تتبل بصي انا شغالة على نار وسط مش معلية النار ولا مهديها يعني انا من الاخر كده بصد من اللحمة انا مش عايزة اسويها وهي لسه ما دخلتش في السوا جبت بقى الخضار على طول اللي متابل برضو وحتى فيه البصل الناية وكده بقى بديله تشويحة عايزة الخضار كده يعني يمتص كل السوس اللي نزل من اللحمة انا برضو ما بسويش خالص انا شغالة على نار وسط تقليبة سريعة كده وخلاص كده فصلت النار دلوقتي بس كده هدي اللحمة نص معلقة صغيرة ملح البطاطس عندي ملاحة وكل حاجة متابلة مصبوط وخلاص على كده دلوقتي بقى هجيب حلة الضغط هتسويها ازاي على البخاريا مريانة اسبري بس عليها واحدة واحدة كده وهفهمك على كل حاجة جبت حلة الضغط وهبتدي ابطانها كويس بالورق الفويل وبعد كده هحطه فوقه على طول ورق زبدة عارفة كده اللحمة البريسكت اللي هي المنتشرة الايام دي اللي بتبقى مستوية تحت ضغط معين لغاية اما اللحمة كده بتبقى دايبة دوب هي نفس الفكرة عشان كده استخدمت حلة الضغط عشان ما استخدمش مية واعمل اللحمة بنفس الفكرة يعني حلة الضغط هتديني نفس النتيجة وكمان هتسرعلي التسوية حطت كده اللحمة بالخضار بتاعي على طول في حلة الضغط وهبتدي اقفل عليه كويس طب يا موريانا انا ما عنديش حل الضغط اعمل ايه هقولك مفيش مشكلة حطي فصنية في حل عادية ودخليها فرن البتجاز وخلي نار البتجاز على الوسط وحطيها في الشبكة الاوسط في الفرن بس هتاخد منك مدة اطول هي دي الفكرة حلة الضغط هتختصر للموضوع وهتقلل للوقت دلوقتي بقى هجيب كده نص لتر من المياه المعيار ده نص لتر هحطه بس كده بين الفويل وحلة الضغط وده عشان ورق الفويل ملزقليش في الحلة بصي بقى مدة التسوية معايا هنا مهمة قوي هحطها على النار بالظبط خمس دقايق على نار عالية يعني اول ما تلف الصفارة كده هحسب خمس دقايق على نار عالية بعدين ههدي النار على الاخر وهسيبها مدة أربعين دقيقة بالظبط وطبعا الناس هتقول لي بريسكت ايه موريانا دي مش لحمة بريسكت خالص هقولك انا عارفة والله ما بقول انها لحمة بريسكت انا بقولك انها بتستوي تحت ضغط معين لغاية ما تدوب كده زي تسوية اللحمة بريسكت وزي ما قلتلك لو ما عندكيش حل الضغط عادي جدا هتحط ورقة اللحمة في صنية في الفرن او في حلة وبرضو هتمشي بنفس الخطوات وهتحط فيها شوية مية بس هو الفرق انها تاخد منك وقت اكتر في الفرن يلا بقى كده نعمل شوية الرز بالشعرية اللي بقولك مش هتبطلي تعمليه باستخدام المكون ده حطيت سمن على زيت حطيت كده نص كيل شعرية دايما بحب كمية الرز تبقى نفس كمية الشعرية نص ونص اول ما الشعرية بتاعت كده تقلب وتاخد معايا لون دهبي ما تغمئيهاش ولا تفتحيها خلي لونها دهبي وسط هنزل على طول بالرز المخصول المتصفي وهبتدي اقلبه كويس مع الشعرية بصي حركة انك تقلب الرز كده وتسخني مع المادة الدهنية بصي انسي بقى انه يعجب مني خالص دلوقتي بقى اضافاتي نص فلفل سود معلقة من التوم البودر وهو ده سر جمال طعم الرز بشعرية ومعلقة من مرأة الدجاج الفورية وده اختيارية انزلي بقى بشربتك او بالميا المغلية وكده تمام يبقى سر الرز بشعرية هو معلقة من التوم البودر مش عايزة اقولك بيديله طعم وريحة روعة يلا بقى كده فتحنا على ورقة اللحمة عايزة وديكي حتة اللحمة الدايبة كده اللهم بارك شايفين يا جماعة شكلها ولمعتها والريحة اللي فيها بجد اضافات بسيطة جدا في طعم حتة اللحمة وفي قوامها شايفين ما شاء الله بعد مرور 40 دقيقة كانت استوت عندي بالشكل ده و40 دقيقة ايه على نار هادية مش على نار عادي خالص عشان خلي بالك انت مش حطة ميا كتير فبالتالي ممكن ورقة الفويل تلزألك في الحلة رأبي معدل الميا لو هتحطيها في الفرن ودي النتيجة بتاعتي ألز وأجمل ورقة لحمة هتعمليها هسيب لي كل الإضافات والتوابل فيه صندوق الوصف كمان عايزة اقولك على حاجة مهمة قوي خلي تقطيع البطاطس بتاعك مليان زي ما قطعتها كده في الفيديو عشان البطاطسية تستحمل معاك مدة التسوية وتستحمل الضغط هتاخد وقت كبير على النار على نار هادية فعايزين التقطيع كبير كمان تقدر تدي فيه اي خضار مشكل انت عايزاه وتعملي ورقة لحمة تورلي مفيش اي مشكلة شايف اللحمة دايبه ازاي والريحة والطعم واللهم باري في نهاية الفيديو عايز اقول لكم اخواتي وحبيبي في الله ان انا بحبكم جدا في الله تعليقاتكم الايجابية ودعواتكم وبتشجعني كتير ربنا يبارك فيكم ويخليكم نعمة في حياتي ما تنسوش المتابعة لوصفات ويوميات ام ريان على الفيسبوك كان معاكو شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة